موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فوائد صباحية في وقت وجيز جدا نحن مقبلين على عطل وعلى فصل الصيف وعلى الناس سيتحركون طبعا على السفر والتغذية أثناء السفر هي تغذية يجب أن تكون ذكية لأنه ممكن أن تحدث بعض الاعتراضات وكلاحظوا الناس على كثير من الأطفال يتقيأون كثير من الأطفال يقع لهم مشكلة أثناء السفر حتى الناس الكبر يقع لهم مشكلة أثناء السفر لماذا؟ لأن السفر مرهق ومجهد جدا أن الله سبحانه وتعالى رحمنا أننا نقصر في الصلاة وأننا نفتر بمعنى أنه شيء قوي جدا أنه يعتبر الشخص مريض أثناء السفر بما أنه يقصر في الصلاة ويفطر رمضان بهذا الناس يفهموا ويستنبطوا المعنى بأنفسهم أن السفر مجهد ويجب أن لا يستهلك الناس أثناء السفر أي شيء إلا الماء والنبات يعني بعد الفواكه أقول إلا الماء والفواكه أثناء السفر وهناك من يتوقف في الطريق ويشوي لحم ويأكل يعني وجبة دسمة تقيلة جدا ثم يكمل السفر إما أن ينام في الطريق أن تقع حديثة سير إما أن يتجر لا بد يقع له مشكلة لأنه لما تكون المعنى ممتلئة ويكون لهضم يعني لهضم اللحم هو في خمس ساعة وليس في دقيقتين ثم الحالة المعنوية للشخص وكذلك السيكولوجية الشخص تتغير يعني لماذا؟ لأن نحن نقول أن الغريلين يتقاطع مع النشاط الفكري يعني هذه الغريلين هي هورمون المعدة يجب أن يحتاطى الناس من هذه الأشياء أثناء السفر يأخذ أشياء بسيطة للأطفال ماء فواكه وأن لا يأكلوا أشياء دسمة وخطيرة جدا لممكن يعني تسبب لنا في حاديثة سير وما أكثر حواديث سير إن شاء الله فممكن أن يتعامل الناس حتى ولو كان السفر بالطائرة ولو كان السفر بالقطار ولو كان السفر بأي شكل من الأشكال فيجب أن لا يستهلك الناس أن لا يأكلوا وجبات تقيلة إلا الماء والفواكه يعني يشربوا ماء بكثرة وكذلك الفواكه مسموح به وإذا كان تمر إذا كان تمر يكون أحسن نعود إذا كان تمر يكون أحسن ثم لما يصل الناس ويستريحوا ذلك ممكن أن يأكلوا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة